السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير عليكم ويا رب دايما بخير ياريت في البداية كلنا كده نصلي على رسول عليه الصلاة والسلام وياريت تعملوا لايك للفيديو الفيديو من نهاردة عن تفسير رؤية البيت الغريب ايه معنى البيت الغريب في المنام اولا اذا شفت ان انا دخلة بيت غريب ولكن البيت ده كان مزين او البيت ده كان شكله جميل او شكله طيب بالنسبة لي هنا هتتحدد على اساس اذا كانت اللي دخلت دي متزوجة او عزباء اذا دخل البيت ده متزوجة وشافت ان هو شكله جميل او شكله مريح ليها ده معناه دخول فترة سعادة ودخول فترة راحة واستقرار على حياتها الفترة اللي جاية ده سواء متزوجة او متزوجة طيب لو دخلته كان شكله سيء ده هنا تحذير من الفترة المقبلة ان فيه شوية مشاكل فيه شوية خلافات فيه شوية هموم طيب لو دخلته وكان ظلام ده بيعود على ناحية الكرب طيب لو هي دخلته مع حد مجهول وكان ظلام ده للمتزوجة ده هنا تحذير ليها من ان خلي بالك الفترة اللي جاية ان فيه حد هيحاول انه يغدعك بامر وللأسف ان انت حتتبعيه او ان انت حتستمع ليه الحد ده ممكن يكون رجل ممكن يكون امرأة بس هنا فيه امر حيغدعك فيه وانتي حتصدقيه وحتتبعي كلامه فدي هنا بتكون تحذير ليك طيب لو انا شفت انه البيت الغريب ده قصر بس كان شكله مهجور كان شكله فيه خوف كان شكله فيه ألأ وانا دخل المكان ده ده معنى ان انت دخل على امر فيه شدة وفيه صعوبة وفيه شوية مشاكل هتكون الفترة اللي جاية طيب بالنسبة للعزباء بقى دخول العزباء ليه البيت الجميل او اللي شكله حلو ده معناه دخولها لموضوع ارتباط بس حيكون لها فيه خير عظيم بإذن الرحمن لو دخلته على انه قصره شكله محمود فده معناه ارتباطها من شخص صاحب مكانه وحيبقى فيه خير عظيم دخلته القصر وكان شكله مخيف او انه مهجور او فيه اي ازا ده معنى ان الشخص ده عيلته هيبقى بيحيط بيهم شوية مشاكل او بمعنى اصح هيجي لها عن طريق عيلته شوية مشاكل مع العلم ان الشخص نفسه المشكلة مش عنده والمشكلة هنا باللي بيحيط بيه اللي هي العائلة طيب لو انا شفت انه دخلة او دخلين لمكان البيت ده اللي احنا دخلينه بتاع شخص متوفى ولكن متوفى بحدث معين يعني الشخص ده معلوم انه هو توفى في حادث توفى بمرض معين حاجة معلومة انه هو توفى بيها ده هنا بيكون تحذير للرأي انه خلي بالك لو دخلت المكان ده تنبيه ليك من الحدث اللي هو توفى بيه ايا كان اسمه حتى لو اسمه مبشر لازم تنتبه طالما انه هو توفى بحادث بمرض معين بشيء معين تنتبه طالما انه البيت ده مش بيقيم في حد من بعده لان لو بيقيم في حد من بعده حتؤول على المقيم الحالي يعني اسم المقيم الحالي في بيت الشخص ده ايه لكن لو البيت ده من وقت وفاة صاحبه انه هو مهجور او مطروك على وضعه فتراجع نفسك الشخص ده طالما معلوم ليك توفى بايه وحتلاقي ان الرؤية بتحذرك من الامر اللي هو توفى بيه انه ما يجراش عليك نفس الامر فده بيكون تنبيه او تحذير ولازم ان انت تنتبه ليه طيب لو انا دخلت بيت شخص غريب بس الشخص الغريب ده على قيد الحياة وشفت انه هو في البيت وانه البيت شكله محمود ده هنا محمودة جدا ليك او بمعنى اصح ليك ليه لان دي بتقولك انه الفترة اللي جاية هتدخلي على عائلة هيكون فيهم خير عظيم وفيه استقرار وفيه راحة وفيه سعادة ليكي مع الناس دي الا اذا كنت خاصة يعني اذا كنت بتتمني حد من اهل الشخص ده او اهل البيت ده فمعنى دخولك لمكانهم اعرفي ان انت باذن الرحمن هتدخلي الحياة الناس دي الفترة اللي جاية وحيكون ليكي معاهم ان شاء الله باذن الرحمن خير عظيم طالما ان ما كانش فيه حد عابس ولا حد بيتعامل بطريقة اه سيئة طيب لو انا شفت بيت مجهول بس شفته من بعيد انا ما دخلتش ولا حاجة انا شفته من بعيد ده هنا بيكون امنية بعيدة المنال ولسه هتاخد وقت على ما تقضى يعني انت بتتمني حاجة فرغية بتقولك هي حتقضى بس مش في الفترة الحالية خالص ده فيه فترة انتظار وفيه فترة دعاء وفيه فترة تمني ومن بعدها ان هي حتى تتيسطر ليكي طيب لو فيه حد مريض وانا شفته ان هو داخل لبيت غريب انا ما شفتش البيت ده حلو البيت ده وحش من جوه البيت ده وضعه ايه انا شفت ان فيه حد مريض في الواقع وانا شفته داخل لبيت مجهول وبيت غريب انا ما عرفهوش دي مش محمودة دي هنا لازم ان انت تستعيزي دي هنا لازم انت تستعيزي